السلام عليكم صباحكم سعيد نتمنى الخير والانفراج للجميع جميع الإخوان والأخوات الأفاضل والفاضلات الساتدة والأستاذات المزاولين منهم والمتقاعدين ويفرج على الجميع رغم أن في بعض الأحيان كانت النبرة الصوت الديري تعلو ولكن إن عرف السبب بطل العجب فنحن في صراع دائم منذ أزيد من ثلاث سنوات وستة شهور عانينا فيها ما عانينا ولكن الحمد لله الصبر نفتاح الفرش لخصكم تعلموه هو أنني دائماً كنت صادقاً معكم دائماً كنت أتقاسم معكم يعني ما يتم التستر عنه دائماً كنت أتقاسم معكم ما راكمناه من خبرة خلال مشوارنا الحياة خلال خلال صراعاتنا المتكررة عندما كنا مزاولين لأن بالمشاكل وحل المشاكل يعني الإنسان يزداد خبرة في خبرة فعلاً المشوار ديلي في التعليم كان يعني قصير ولكن عندما استضمنا بالحياة لم نستسلم لكي تستمر الحياة ومع الصبر لأن الصبر يفتاح الفرج في ألم وكان لي الشرف الكبير أنني كنت ضمن هؤلاء الشيوخ الذين أفنوا زهرة شبابهم في العطاء وفي آخر المطاف أعناهم المرض تخلى عليهم الجميع لأمراضهم وتركهم لأمراضهم المستعصية والمزمنة وقد عاينت عن قرب معاناة هؤلاء الشيوخ خصوصاً أصحاب المعاشات الهشة الهازيلة 2500 درهم ومدون الذين تقعدوا بسلالي من دنيا التاسع ومدون الأرامل أرامل 2000 1200 درهم ومدون وفي أحسن الأحوال تقاعدوا بالسلم العاشر وذلك حقهم أن يتم إنصافهم تم التخلى عليهم إذن أخذت وعداً على نفسي أن قدمت استقالتي مباشرة منذ أزيد من ثلاث سنوات ونصف وتفرغت تفرغاً تاماً لهذه المطلومية وأشكر الأسرة التي ساندتني خلال هذا المشوار الصعب أنه مكلف مادياً ومعنوياً إلى آخره كما أشكر جميع الإخوان والأخوات الأحرار والحرائر الذين وقفوا إلى جنبنا ودعمون مادياً ومعنوياً وأوصلون إلى من يهمهم الأمر حتى تم إرجاع ملفنا إلى طاولة الحوار فشكراً شكراً شكراً لكل من ساندنا من قريب أو بعيد كما أحيي جميع الإخوان والأخوات المنتسبين لهذه القناة سواء الجدد سواء القدامى وأخص بالذكر لإخوان الذين يرفعون من معنوياتنا ويطيقون في تصريحاتنا وفي فيديوهات التي نتقاسم معكم ويطيقون ويطيقون في صدق كلمتنا نحييهم من هذا المنظر ونرفع لهم شهرة النصر سواء بتعليقاتهم القيمة سواء بالتواصل المباشر معنا ولم ولن نبخل على أي كان بما نعرفه من يعني من معلومات متراكمة ومن خبرات إلى آخره لن نبخل على أي كان وسامح الله كل ما كان كل من كان يضايقنا ويستفزنا بتعليقات مشوشة مغردة ودائما كنت أقول ورددها أن الحق يعلو ولا يعلع عليه كما أحيي جميع الإخوان أفاضل والفاضلات من النقابيين الشرفاء النزهاء والسياسيين الشرفاء النزهاء الذين فعلا آمنوا ب مظلومية شيوخهم و قدموا لنا الدعم فعلا ومهدوا ومهدوا لنا الطريقة سالكا حتى يتم إنصاف هؤلاء الشيوخ المؤكد أن كل وليس جل كل من تم التأسف عليه وحرماني من حقه في عهد السيد شكيب بن موسى الفاضل سيتم إنصافه هذه مشكلة هذه المسألة مسألة منتهية ولو بالتدرج ولكن الجميع وبدون استثناء سيتم إنصافه والإخوان الذين رافقوني إلى البرلمان وعندما ترفعت كنت دائما أدافع عن الجامعة بدون استثناء بدون أنانية دافعة على كل من توظف بالسابع وبالتامن يجب تحيين وضعيته الإدارية إسوة بإخوانه ويجب إنصافه مثل إخوانه وذلك ما سيتم بإذن الله إذن فضلا وليس أمرا ما تنسوش تبارتاجوا على نطاق واسع حتى تدعمون تدعموا هذه القناة المتواضعة تكتروا من الجيم إعجاب اللايكات والضغط على الجرس حتى يصلكم كل جديد إخواني أخواتي تتعرفوني أنني يعني صريح معكم لأنني أولا معدو الله قلتنا لا أهب أي كان مستقل تماما لا أتأثر بي يعني أي توجهات أي كان سياسي أو نقابي وقلت لكم أشكر النقابيين والسياسيين فعلا الذين كنت أنتقلهم بصدر رحم وكانوا يعني رغم ذلك يساندوننا وإذعموننا ويدعموا التوجه دينا ليصبوا في خدمة الصالح العام للإنصاف الشيوخ الأوائل أساتذة دينا وأيضا جميع المزاورين إن شاء الله سيتموا إنصافهم إذن بالنسبة لهذا الاتفاق الأخير الذي كان اتفاقا إيجابيا وتم يعني مركزيا وكان اتفاقا بين المركزيات النقابية التعليمية والحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة الذي أعطى الضمانة بتنزيل جميع ما تم التوافق حوله إذن هذا الاتفاق للأمانة فهو اتفاق حقق مكاسب كبيرة لأسرة لأسرة التعليم المزاولون منهم والمتقاعدون في سابق لجنا نشوف بأن الاتفاق الذي اتحقق في 26 أبريل 2011 يعني رأى هو الوحيد يعني يقدر يوازي ما تحقق الآن ولا ننسى أيضا الترقية الاستثنائية التي كانت تحقت في 97 تل ألفين ومن ألفين تل ألفين واثنين وعشرين تقريبا هذه المحطات التي تحققوا فيهم ثلاث التي تحققوا فيهم مكاسب كبيرة بالنسبة لأسرة التعليم إذن إخواني وأخوات الأفاضل والفاضلات بالنسبة لجل الملفات سترى نور إن شاء الله والإحتقان والإحتقان سيدوب ودائما المصلحة الفضلة للتلميذ هي من لها الأولوية والأسبقية وخط أحمر كما كنت أقول وأردد ودائما فالملف اللي كان شائك وملف أطر أكاديميات ملف أطر الأكاديميات وعندما أتكلم معكم فإنني دائما كنت أقول لكم من يملك المعلومة يملك الحقيقة يملك القوة لم أكن أستند إلى التصريحات فكنت دائما يعني أستند إلى الأشياء اللي هي رسميا وفعلا كل ما تقاسمنا معكم تجسد على أرض الواقع وكما أخبرتكم سالفا أن المشكل لم يكن مشكلة سيول المالية لأن الحكومة عندها إرادة بتسوية الملفات وبالتي همهم هو الإصلاح دل المنظومة التعليمية وبناء نظام أساسي محفز واحد وموحد ومن أجل يعني تنزيل المشاريع للرؤية الاستراتيجية 2015 2030 التي ستنزل بالقانون الإطار 51 17 وفق المراجع دي المخطة دي النموذج التنموي 2022 2035 الآن وضيعة خارط الطريق نتمنى بسي شاكيب الموسى التوفيق ونتمنى أن ينخرط الجميع في هذا الإصلاح دي الورش دي الإصلاح المنظومة التعليمية اللي كان انطلق في الأصل في ألفين عن الميطاق الوطني والمختط استعجالي وللأسف الشديد كانت هناك جيوب مقاومة التي الرافضة للتغيير والإصلاح الآن كين العزيمة وكين الإرادة حكوميا ومن طرف الجميع تم احتى الشركاء انخارطوا في هذا الورش للإصلاح المنظوم التعليمي إذن رجعوا إلى المشكلة للقطور الأكاديميات فأقصى كما كنت نقول لكم وردد أن أقصى ما يمكن منحه لأطور الأكاديميات هو التوظيف الجهوي وذلك ما تم فعلا فالتعاقد حقما قد ولت لمجرد نسخ 12 نظام أساسي للأكاديميات وأن جميع الأطور الأكاديميات النظامية للأكاديميات للآن حتى هذا المصطلح رغم أغادي بقاش كلهم غير الموظفين تابعين للنظام الأساسي للموظفي وزار التربية الوطنية النظام الأساسي الجديد أننا يعني طلعنا على المسودة دير النظام الأساسي وما تنقسم معكم غير العابة خلي لكينين البعض التي تكون عندهم يعني مويلات سياسية إلى آخره فعندهم أجندة ديرهم لا يهمون أمرهم نحن تنقسم ما يخدم الصالح العام دير الشغيلة دير التلميذ ودير المتقاعدين أيضا إذن توظيف الجهوي هو اللي الآن تقرر بإحداث مناصب مالية جهوية ومن بعد نعود يعني نفسر لكم نعود الصباح فقط نقسم معكم ما تشلي لجاء في بالي بأن داخل النظام الأساسي الجديد جميع الحقوق يعني رهم غير اللي يستفدون منها وأيضا التمتيل اللي كانوا محرومين منها في التمتيل في لجان تنائية يعني داخل نقابات إلى آخره الآن غير اللي يستفدون منها داخل هذا النظام الأساسي الجديد لأن الأمر تحسمت صافي شف نحن ذك شي بالنسبة للمباريات اللي كانوا محرومين منها دي التعليم العالي أو المباريات لصفة عامة الداخلية والخارجية إذن بالنسبة للأمور دي الأطور الأكاديميات إذن انتهى الأمر دي سيتم الترصيم بأطار الرجعي من 2016 يعني 2016 سيقضي سنة أو سنتين في التدريب والأغلبية سنة سيترسم إذن سيكون عندهم يعني الترصيم بأطار الرجعي وهذا عنده كلفة مالية تم رسلها في القانون المالية 2023 يستفدوا من يعني من ترقيات دي في الرتب بأطار الرجعي إذن الأمور حسب ما يعني توصلنا به ويعني عاينناه فالأمور انتهت بالنسبة لهذا الفئة دي الأساتذة والأستاذات الذين يعني نمكنهم كل التقدير والاحترام وللإشارة فعندي تنى ابنة تاية من المتعاقدين وما غير يمكنش لي غنغويل للبنت شي حاجة لي هي يعني ما تصبح في المصلح حدي ولكن للأمان سواء تكون عندي بنتي أو ما عندي ش إلى آخره أو ولدي إلى آخره فإنني كل هؤلاء الأساتذة والأستاذات فهم أبنائي وإخواني ولا أتمنى لهم يعني إلا الخير إن شاء الله لأن توضيف الجاوي هو أقصى ما يمكن إذن اللي كان مهم هو أنهم يدمجوا داخل نظام الأساسي ديال وزارة التربية الوطنية وذلك مثلا بدلا أن يكون عندهم نظام أساسي خاص بين إلى آخره فالأمور منتهية ومن بعد نفسر لكم كيفاش المنصيب المالي اللي تدر كيفاش تحدث لهم جياويا إلى آخره إذن هذه المسألة ديال أطر الأكاديميات اللي كانوا تركبوا عليها كورقة انتخابية إذن الآن مقا عندهم مالاش يركبوا مالاش عندهم مالاش يركبوا على الملف وكين ملفات أخرى سنتطرق لها عندما يحين وقتها وهذا المسأل إن شاء الله نكون جالس وغد نقد معكم مالش بالنسبة لأسجد الدكاطرة الأفاضل التي تواصل معنا دائما إلى آخره فلابد أن نطرق إلى المشكل الدكاطرة اللي سيكون عندهم إطاع ذي البحيد بالنسبة لأسجد الحامل الشوائل العليا المشكل ده تم الحسم فيه يعني هذه المسائل خلالها قبل من شهر يونيو قبل من جوان ستكون هناك مباراة وغير هناك حصيص وحسب التخصص وحسب الاختصاص إلى آخرين كان أسجد التناوي التهيلي هما سنشر لهم لأن نطمن هم على الأمور لأن الإطار هو من وحدد لأن الآن مستقبلا سيكون الإطار بالنسبة للأطار الأكاديميات إلى آخرين أستاذ تناوي بدون تحديد الإطار تناوي تأهيلي أو تناوي إعدادي إذن مستقبلا سيكون إطار أستاذ تناوي يعني ممكن تشتغل في إعدادي أو تناوي إذن من بعض نفس الأخرين المكتسبات ستحفظ بها الأطار الإقديمة أي مكتسب لهم رأى باقي والإصلاحات التي ستكون ستشمل هذه الأطار المحدثة مستقبلا إذن ألاحظ بعض القنوات يقومون بتفريغ المحتويات دينا وتركبوا عليهم وتديروا محتويات أخرى إذن هذا تلع شي تاني نحضر عليهم ونتمن الخير للجميع مهم هناك انفراج ونشكر أستاذ شاكيب بن موسى فعلا لأنه قدم الكثير في حل هذه الملفات فعلا كما نشكر الإخوان في بعض النقابات الذين نكننا من كل احترام الذين فعلا كانوا مستقبين إلى جانب الشغيلة وهذا التوقيع اللي وقعوه فهو جد إيجابي جد جد إيجابي وذلك بإحداث درجة ممتازة لأساددة الابتدائي والملحقين في الاقتصاد والمالية والملحقين الطربويين وأسادة الإعداد الربعة للفئات فهذا مكسب بالنسبة لهم الذين يتوقف مسارهم الميهاني يعني في السلام الحاضي عشر بغض النظر يكون مرق ثلاثة ولا ربعة ولا إلى آخره إذن هذه المسألة تيد بنشر لها وجميع من تم لتحس بالغمن وبالظلم سيتم إنصفه وقد دائما تقول لكم أن لبعز دي الجميع المظلوميات هم ضحايا الزنزان التاسع على حايا المادة 112 لتقاعدهم من 2003 2004 2005 بالسلم التاسع وجميع من تقاعد بالسلم التاسع من 2003 إلى 2019 إلى 2019 وهناك انفراج وعندما أقولها فهي تكون يعني تنزل على الأرض المواقع تكون حقيقة و نتمنى لكم الخير لا تنسوا تجوى الفيديو على منتق حتى تعمل الفائدة كثير من جيم الإعجاب اللايكات وتحية نظالي الأحرار والحرائر ولكل من دعمنا من قريب أو من بعيد نحن لا ننسى الخير الذي قدم إلينا ويقدم إلينا لا نعض اليد التي تمد لنا بالخير وتحية إلينا